صباح النور قولستان صباح الخير على أعزائي مشاهدين إليما كنتم أهلا بكم بحلقة جديدة وطبق جديدة من الملبخ صامراء طبقنا لهذا اليوم هو الأجنحة بالطاوة أجنحة بالطاوة سنسويها هوية الخضروات بالبطاطا والبصل مكونات الطبق أجنحة نص كيلو قطعة وحدة ليمون قطعة وحدة بصل قطعتين بطاطا ورق الغار ثلاث قطاء معجون طماطا خاشكتين خاشو قمال شاي كاري خاشو قمال شاي ملح راح نبلش طريقة التحذير بالبداية راح نقطع الأجنحة راح نقطع الأجنحة في هذا الشكل راح نسلق الأجنحة بوحدها أول شيء والخضروات راح نقليها طبق آخر بالطاوة طبق آخر طبق آخر طبق آخر طبعا الأجنحة راح نضيف وياها الورق الغار والملح هذا الورق الغار وهاي الملح طبعا نغليها تستوي براحتها الأجنحة بس راح نبلش بالخضروات طبعا بالنسبة للخضروات بالبداية راح نخلي بصل على النار طبعا بالنسبة للشكل طبعا 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 هذا الشكل طبعا 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 نضيف راجع كنم مرحبا نزيل ملحب نزيل نحن نضيف البطاطا والبصل والخضروات والمعجون والمعجون نحن نريد أن يكون مستوي كامل الخضروات يعني لا نريد أن يستويناك حتى لا ينهرس يتفلش هنا البطاطا يبقى اخر شيء المعجون ونضيف المعجون حتى تصبح الصالصة جاهزة أو نستطيع أن نضيف الأجنحة وبعدها المعجون يعني لا يوجد مشكلة طبعا البطاطا بهذا الشكل لا يحتاج الوقت ممكن ثلاث دقائق اربع دقائق قد تكون البطاطا استوت وصارت جاهزة بالنسبة الليمون راح ننتظر ورا ما نضيف الأجنحة راح نأصر الليمون حتى يصير به نكهة طيبة الطبق اذا نحن بينما يستوي الأجنحة والخضروات تستوي راح نروح فاصل وبعدها نواصل موسيقى 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 إذا رجعنا وياكم مع أزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل الأجنحة استوت وصارت جاهزة طبعا مثل ما جاي تشوفون موسيقى 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 اذا هاي صارت جاهزة موسيقى موسيقى الآن سوف نضيف الملح والخضروات هذه الملح خاشوقة وعدة مثل ما قلنا خاشوقة مالكاري يبقى عندنا اخر شيء المعجون والحامر طبعا نحن بهاي الحالة نقدر نضيف معجون ونقدر منضيف معجون يعني ناس ما تحب معجون يحبون طعم الكاري او لون الكاري اسفر ما يضيفون معجون بهاي الحالة يعني مثل ما قلنا تحبون تخلون نحن نشوف اللون مالها إذا ما يتطلب معجون يعني لونها يصير جميل ما راح نضيف معجون طبعا هاي البطاطا إذا ما تنهرس إذا ما تنهرس راح يصير بها نكهة الأجنحة أطيب راح نقطع هذا الحاموص راح نقطع هذا الحاموص إذا عزائي المشاهدين إذا عزائي المشاهدين راح نضيف معجون على هاي الأكلة نستكفي بالكاري لون الكاري لون أصفر ويا بطاطا ينطينكها طيبة بس إذا تحبون بالبيت تقدرون تسوون صلصة الحمراء يعني صلصة حمراء ويا المعجون إذا عزائي المشاهدين خلنا ننتقل إلى فقرات نصيحتنا لهذا اليوم اللي راح نقدمها لكم شكرا 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 إذا إن شاء الله عزائي المشاهدين تكونون تستفادوا من هذه النصائحة التي نقدمها لكم يوميا شكرا 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 شكرا